كلنا اليومين دول شايفين المقاومة الباسلة لشعب غزة ضد الاحتلال ولكن دي مش اول مرة في تاريخهم وحتى اسكندر الاكبر عانى من باسلته وكان على وشك انه يخسر حياته مرتين قدامه فهي حاجة عملوها كذا مرة شعب غزة في تاريخهم فالا بينا نعرف القصة بعد هزيمة ملك ملوك الفورس داريوس او دارا امام اسكندر وسقوط مدينة سور الحصينة اللي كانت مبنية في جزيرة في وسط البحر شبه مستحيل غسوها فبعد سقطها كل مدن فلسطين ولبنان سلمت للاسكندر بعد ما شافوا المتابح المروعة اللي عملها على اهل سور فقرر حاكمها واهلها عدم التسليم وحطروا نفسهم للدفاع عنها فلما جي اسكندر الاكبر وشطح صناتها اختار اضعف حتة في اسوارها وحطى ابراج الحصار للهجوم عليه بس كعدة الاغريق قرر اسكندر الاكبر انه يقدم اضحية قبل بداية الهجوم ولكن في لحظة ما هو بيقدم الاضحية جه خراب وراح رامي طين على جميعهم فجنود اسكندر اعتبروها انها علامة ونظير الشوق فسأل اسكندر عرفينه فقالوله ان هو يستنى يوم لان فيه احتمال ان هو يتعرض للأذى فلما شافوا قال غز اسكندر قاعد مبيعملش حاجة فاعتبروه جبن منه وقالوا ان هم يخرجوله احسن فخرجت مجموعة من المقاومة لتدمير براجل اسكندر وقاتل اكبر عدد من جنود فخرجت المجموعة بسرعة البارد موسيقى ولما استضبط بجنود اسكندر الجنود مكنوش متحدرين لعملية جريئة زي دي فبدوا ينسخوا جنود اسكندر في حالة هلع وبدأت المجموعة في تدمير الابراض موسيقى ولكن لما اسكندر الأكبر سمع الخبر اتحرك بسرعة بفرسانه بصد المقاومين ولكن قبل ما ينسعبوا المقاومين للمدينة قدروا يسيب اسكندر الأكبر اصابة خطيرة في رأبته اسكندر الأكبر فضل متماسك عشان ما يبينش الضعف قدام جنوده ولكن بعد ما خسر دم كتير اغم عليه وفي الوقت اللي كيشت اسكندر كان ممتظر ان هو يخفه من قصده كان اسكندر الأكبر عمال ينقل معدات الحصار عشان يشدد الحصار على أهل غزة فأول ما خف الاسكندر الأكبر بدأ يقصف مدينة غزة بالمنغانيق ويحفر انفاء ضحط الأصوار عشان يهده موسيقى وفعلا قدروا يهدموا أجزاء كبيرة من الأصوار وبدأ اسكندر الهجوم وبدأ الدفاع الباصل لأهل غزة موسيقى وفي دفاع بطولي قدروا يوقفوا جيش اسكندر عند كل المدينة لدرجة ان قواته نصحوه ان هو يسيب غزة ويكمل حملته من غيرها ولكن اسكندر الأكبر كان عنيد وما كانش عنده استعداد ان هو ينهزم ولو في معركة واحدة فعاود اليهجوم للمرة التانية وجيشه نسحب للمرة التانية أمام المقام وفي المرة التالتة قاد الجنود بنفسه وقرر انه مش ماشي غير ما يبيد المدينة وفعلا دخلها جنوده المرة دي ولكن بعد ما تصاب اليسكندر بقظيفة منغنيق على رجله كادت ان هو تبدي بحياته ودخلوا جنود المدينة ليجدوا ان اغلب رجال المدينة ماتوا في الدفاع عنها ففرقوا غضبهم على نساء واطفالها ووجدوا قائد المدينة اللي كان اسمه باتيس مصاب فسلموه اليسكندر فطلب اليسكندر منه ان هو يستسلم ولكن رغم ضعف موقفه رافض فغضب اليسكندر وقرر الحرق القدمي وسحله بالعجل الحربية وهو بيقضها بنفسه اليسكندر حوالين اسوار غزة في تقليد لبطل اكيليس اللي اللي عملوا بهكتور في حرب الترواضة موسيقى